بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة أيها الأحبة في الله هتتناول موضوعين مهمين جدا أغزيت مرضى نقص الأكسجين استكمالا للحلقة السابقة وأيضا هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو إصابات الملاعب المتنوعة كيف الوقاية منها وإحنا بنقول في بداية مطلع هذه الحلقة نشكر إخوانا وأحبابنا المتابعين على الصفحة سواع على فيسبوك أو على قناة الدكتور أمير صالح أو قناة الرحمة بنقول لكم جزاكم الله خير على تعليقاتكم البناء كتير منكم بيشكر أنا أقول لكم اشكروا ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم علم الإنسان ما لم يعلم وكان فضل الله عليك عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علمه في بداية الحلقة احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن نقص الأكسجين عند الأطفال يمكن ما تطرقناش الأسباب كلها يمكن كان وقت حلقة الماضية كان ضيق ولكن النهاردة هنتكلم عن الأسباب المتعددة يمكن اتكلمنا عن طفل بعينه وهو فراس الولده تواصل معي على صفحتي على الفيسبوك وقال لي أنا يعني الولد اتلفت الحبل السري أو المشيمة على العنق بتاعه وهو بيتولد فحصل فيه تعثر ولادة دقائق قليلة كان الأكسجين ما وصلش للمخ الدكتورة على ما فتحت وعملت قيصرية الدقائق دي كان عليها تمن ضاهز الطفل دخل حضانة الطفل تأخر في نموه ودلوقتي بنعاني في العلاج والتربية بقول الدقائق لها ثمن لذلك يعني بنقول قرارات حاسمة في حياة الطبيب الأطباء الجراحين خصوصا أطباء النساء والتوليد الدقيقة بالنسبة لهم زمن كبير جدا إن السواني قد تفرق هذه الثانية حياة مريضة أو حياة جنين في البر لذلك بنقول اختيار التوقيت الجيد هو توفيق من الله عز وجل أنا عايز كل طبيبة النساء وتوليد تصلي لله شكر لو ربنا وفقها في الوقت وتصلي صلاة الحاجة إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقها في اختيار الوقت المناسب سواء في الولادة أو في عمل القيصريات أو التدخل الجراحي لعلاج بعض الأمراض النسائية مش بقول لها بس لكن هنا الثانية فرقت في حياة طفل الثانية فرقت إنه دخل حضانة وقعد فيها طبعا استنزاف للأموال واستنزاف للجهد والمشقة والتعب والتوتر والأسرة وعايزين نجيب له لبن ونودي له لبن علشان يرضع في الحضانة قصة كبيرة وتعب كبير ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي خيرا كل أب وأم بيبزله من أجل طفلهم اللي عنده تأخر أو عنده نقول عدم اكتمال في الجهاز العصبي أو الجهاز الهضمي أو الجهاز الدوري نقول جزاكم الله خيرا وإن أنتم ربنا يكتب لكم أجر المجاهدين أنتم بتجاهدوا في سبيل ربنا سبحانه وتعالى وقد يكون الطفل ده ابتلاء لدخلكم الفردوس الأعلى اللهم آمين ثم نقول الطعام طعام الأولاد ده يختلف من مراحل عمر المختلف أحيانا الطفل ده ما يرضعش الرضاعة الطبيعية في الشهور الأولى نبدأ نرضع رافد اللبن إنه قاعد فترة في حضانة وخدع الببرونا فما نيجي نديره الرضاعة الطبيعية وقد يكون اللبن جف عند الأم نتيجة وجوده في الحضانة 20-30 يوم شهر شهرين أحيانا بيقعد أكتر نقول طيب هنا لابد من مشورة دكتور حديث الولادة الأطفال حديث الولادة في تخصص ضمن تخصص أمراض الأطفال اسمه أطباء حديث الولادة دول مش للأطفال بإن الواحد يفضل طفل غد سن 18 سنة ده نقولي السنة المعيار الدولي يعني حطه كده سنوات قاله العيل يفضل طفل لغاية سن 18 سنة أو يعامل معاملة الأطفال أو الصبيان لغاية 18 18 بقى بالغ طبعا رشيد وكده بعد بسن 21 سنة ده بقى المواريس ولكن احنا بنتكلم في الطفل اللي بيعالي الطفل حديث الولادة ليهم تخصص خاص واللغة يمكن في الطب تخصصه تغذية حديث ولاد يعني تلاقي دكتور حواخ الدكتوراه في تغذية حديث الولاد ده اللي نبدأ نلجأ لو ما نشوف طفل دخل حضانة والأم مش هتقدر تردع ده ياخد ايه؟ بيوصف له حاجة اسمها الفيرمولا أو اللبن الصناعي المناسب لهذا السن ان احيانا السن يبدو كبير لكن الطفل متأخر بدنيا يعني عنده 6 شهور بس هو بجسم الطفل عنده 3 شهور فمحتاج ياخد لبن يتناسب مع 3 شهور مش الـ 6 شهور ودي بقى مش عايزين الخبرات تتدخل ان تيجي لك الجدة بتاع اسقوه لبن كذا جبوله لبن اغلوله مش عارف ايه هتقوله شوية درة اغلوله الدرة اغلوله الامح اغلوله وعملوله بليلة كل ده بنقول مش عايزين تدخل في هذه المرحلة اولا السكر احنا مش عايزين ندي الولاد في السنة الاولى سكر خالص مش عايزين نديهم ملح في السنة الاولى خالص ولكن لو هياخد حاجة فيها فواكه وعصائر دي بتبدأ في سن يعني نقول من 4 شهور يبدأ ياخد بعض الفواكه او العصائر الطبيعية بدون سكر التغذية الاولاد دول اما بيكبروا يعني الطفل بي عنده 3 ا4 سنين بنفضل نديله ايه ياريت كده كل ام واب عندهم طفل عنده نقص اكسجين ورقة وقلم ويكتب الحاجات اللي همال ليه اولا بنديله ماء بالعسل ماء بالعسل عشان يقوه مناعة جسم نحط كمية عسل صغيرة جدا في ربع كبات مية ويشربها مرة 2-3 في اليوم عشان تديله الطاقة الجيدة وتديله المناعة المناسبة لان الطفل اللي مرضعش من امه فقد نقول جزء كبير جدا من مناعة الام ان بيكتسب المناعة بنسميها المناعة المكتسبة من لبن الام طيب نمرة 2 وده من الحاجات المهمه منقوع الطمر نجيب البلح الجاف بعض الاخوه ممكن نبهني وانا اشكره يعني مش هذكر اسمه ولكن اقول له جزاك الله خيره قال لي حضرها كما تقول لمنقوع الطمر منقوع التين منقوع الزبيب احيانا مصانع الفكهة المجففة بتعمل ايه بتجيب الفواكه دي وتنقعها في سكر بودرة علشان تحفظها او عشان ما تلزقش في بعض ما تطلعش عسل فيقول يلفوا يحطوا عليها سكر بودرة فهل ده الولاد يقول له لا يفضل يغسل هذه الفواكه الجافة قبل نقعها وده شكر موصول لاخوه يا ربنا يبارك فيه ويحفظه الي تواصل معايا ويداني المعلومه ولذلك انا عايز من معلوماتكو يعني احنا المعلومه بناخدها بنلقيها بنلقيها لله عشان ربنا سبحانه وتعالى يحمي بيها ولادنا ويحمي بيها امتنا ويبارك في الناس ويقينا وياكم شر الاوبئة والامراض طيب منقوع الطمر منقوع التين منقوع الزبيب انا شخصيا بفضل العدد الوتر ليه؟ ان الله وطر ويحب كل وطر يعني انا يحب الوتر في كل حاجة لذلك اللي بيعمل طمر مثلا طفل الصغير عمله ثلاثة ثلاث طمرات التين يبقى واحدة او ثلاثة او خمسة الزبيب خمستاشر سبعتاشر واحد وعشرين كده يتنقعه في كبات مية وتتشيرب طب ممكن نضربها الولاد اللي يبقى صعب البلع عندهم فيه اطفال كتير من دول نجده ما بيعرفش يبلع اي اكل صلب فبندربهوله في الخلاط وممكن نضيف عليه بعض الاشياء المهمة والمفيدة زي الخمائر افضل الخمائر هو الزبادي يعني ممكن نهرسهوله مع الطمر او التين او الزبيب وياريت يبقى واحد بس ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل النقيع او يشرب النقيع ولكن ما كانش بيخلطه يعني مش عامل خشاف كده بالح على تين على زبيب على شوية مكسرات لا كل صنف لوحده طيب غير كده احنا قلنا ناخد الماء بالعسل من قوية الطمر من قوية تين من قوية زبيب بنقول من افضل الاشياء البليلة او القمح المسلوق البليلة كتير كان زمان ممكن من العادات المصرية القديمة اللي من ايام الفرعنة الغاير نقول وقت قريب كان يمر البائع اللي بيبيع الفول يبيع معاها بليلة طب ايه البليلة القمح المسلوق ده كان ده هو اكل الاطفال يعني البيت الصبح الكبار ياكلوا الفول والاطفال الصغارة ياكلوا طبق البليلة باللبن والعسل طب اين هذا الان ياريت يرجع تاني محلات البليلة او نعمل البليلة في بيوتنا ياريت ترجع الام تاني زي ما كانت الام امهاتنا تدمس لنا الفول في البيت ترجع الام دلوقتي تعمل البليلة في البيت والبليلة تبقى في الشتة ده طعام جايد جدا للكبير والصغير خصوصا امهاتنا واجدادنا اللي عايشين معانا في البيوت دول يبقى طبق البليلة بالنسبة لهم مفيد ومغزي صباحا عري ايضا نديهم شربة القدار في الغدا الولاد اللي عندهم نقص اكسوجين محتاجين اطعمه سهلة الهضم والبلع ممكن شربة القدار تكون مسلوقة قطع وممكن تكون شربة القدار مضروبة في الخلاط يعني ايه بعد اما تتسلق نضربها في الخلاط ونبدأ بس طبعا زي ما في كل حلقة بقول اوعى تضربوا شربة القدار او العدس في الخلاط وهو سخت علشان هيبوزلكوا جلدة الخلاط طبعا الناس تستغربوا يا دكتور انت مهتم حتى بجلدة الخلاط اقولنا دي التجارب اللي بتحدث عند في البيوت لا نبرد الحاجة وبعدين نبدأ نضرب طب عملنا لهم شربة القدار للي ما بيبلعوش كويس ضربناها طب يقول الولاد هتمل كل يوم شربة القدار اقول لا احنا شربة القدار بصفة عامة بنعمل حاجة اسمها شربة القدار المتنوعة الصحية يعني ايه يعني بناخد عنصر او اتنين من الخضار يبقى الاساس والباقي مساعد يعني النهاردة مثلا الكوسة هي الاساس اكتر كمية هي كوسة ونخلي حت الطمطماية وبصلة او بطاطساية وكان بسلاية هم دول دي يكملوا او فاصلها يكملوا وبكرة يبقى البطاطس هي الاساس بعده يبقى الجزر هو الاساس هيجد الطفل في طعامه بالرغم ان هو متنوع ولكن يجد اختلاف المزاق يبقى خاد شربة قدار ولكن كان نقول العنصر الاساسي كان الجزر عن النهاردة بكرة البطاطس بعده الكوسة التنوع افاده طيب معاه ممكن ادي له صلطة خضرة كتير من الولاد الصغيرين الاربع خمس ست سنين الصلطة بالنسبة لهم شيء صعب وما بيحبهوش هو مش صعب لان هو هيمضغ هيمضغ الياف بس خد بالك فايدة الالياف ان الطفل ده غالبا بيبقى عنده ضعف في عضلات البط ويبقى عنده امساك مزمن لو انا بديته طبق الصلطة من صغره الولد انا بحسن الجهاز الهضمي بحسن الاخراج عنده وبزبط له حركة الامعاء حاولنا ندهاله لا مش راضي ممكن نعمله مع الصلطة او بدل الصلطة بصلة مسلوقة دي غير شربة القضر بصلة الوحدة وممكن نشويها لو الولاد بيحبوا الماشر شوي على صاجع البتجاز من بره او فرن البتجاز ونقعد نشيل الطبقتين اللي اتحروقوا ونديله البصلة بعد كده على شوية كمون جميل طعمها وفيها مضادات مناعية فيها عنصر الكابريت المفيد والمغزي والمنبه للبنكرياز عشان ما نشوفش يعني مرض السكر من النوع الاول اللي بيسيب الاطفال طيب اكل شربة قضار وحاولنا معاب الصلطة وكالبصلة نيجي بقى بين الغداء والعشاء بنديله عصائر طبيعية من افضل عصائر الاولاد اللي عندهم نقص اكسجين بنديهم عصير البنجر البنجر الاحمر ان فيه كتير من الاخواننا من الفلاحين يقول لي فيه بنجر السكر لابيا ده اقول لهم لا انا عايزين البنجر الاحمر طيب عايزين عصير جزر مهم بعض الناس يقولوا طب ممكن نعمل اتنين مع بعض ممكن جدا عصير طفاح عشان الحديد عصير موز مهم جدا طيب ونديهم بعض الفواكه ولكن دون اسراف علشان الولاد دول عايزينهم يتعاشوا كويس يجي الطفل في العشاء بنديله زبادي مع جنين القمح وجبة متكاملة عليها معلقة عسل نح هاي لاجد ممكن من الجبن بس نسميها من الجبن التي نقول الفلاح يعني فيها الجبنة القريش عليها زيت زيتون من الاشياء الهمة والطيبة ما ننساش الاطفال دول السمك خاصة السمك الزيتي الزيتي اللي هو بقى فيه زيت من داخله علشان الزيت ده زيت السمك فيه امجة 3 وامجة 6 وامجة 9 مفيد جدا لبناء العظام وبناء البشرة بتاعت الجلد وبناء خلايا المخ اذا خلايا المخ اهو احنا محتاجين زيوت بس زيوت من الزيوت اللي نقول الامنة او الزيوت الصديقة للانسان طب فيه زيوت معادية طبعا الزيوت المعادية الزيوت السمنة المهدرجة اللي هي السمنة البقى بيسموها السمنة الصناعي الزيوت المقلية او المغلية الزيوت المعاد استخدامها كل ده بنسميه ضار جدا بالصحة طب الطفل ده اللي ما نديله الوجبات دي السمك مش هننساه وقلنا هنديهوله مع الخضروات والفواكه والعصائر دي ما ننساش ايضا المكسرات للاطفال اللي عندهم نقصه وسجين اكتر الفواكه شيوعا والناس كلها فهم انها بتعالج المه اللي هو الكاجو وعين الجمل عين الجمل من اللي نقول المكسرات اللي شكل المه والعلماء في الشرق والغرب عمله نظرية اسمها لايكس تريتس لايكس يعني ايه يعني العلاج بالمتشابهات للاعضاء يعني انا عايز اعالج المخ اعالجه باللي شكله بالنسبة للمكسرات ايه اللي شكل المخ تجاويفه وتقوى عين الجامع طب ايه اللي شكل القلب الطماطم والفراول ايه اللي شكل كذا وده نوع من انواع العلاجات الامنة ايضا والاطعامة الجيدة الاطفال اديهم مشروبات ايه كتير من الناس تتساءل الطفل ده اما يعوز يشرب حاجه اعمل له عصائر ايه اقوله عصائر الطبيعية كلها حلوة ممتازة طب لو في الشتاء زي دلوقتي وعايزين نجيب له مشروب دافي يشرب ايه حسب الجو الحاجة لو لقيته بيكوح اعمله مشروب ورق الجوافة مع التاليو لقيت عنده بلغم مش عارف يطلع اعمله مع العفة كبيرة من اللبان الضكر او اللبان المور نحطها على مية مغلية ويشرب نسقيها طول اليوم هنلاقي ان البلغم بيطلع لوحده ليه ان من افضل مزيبات البلغم اللي هو اللبان الضكر طيب ندي له ايه مشروب تاني لو مقعد كحة لو لقينا فيه بدأ يظهر زي التهابات يعني لون البلغم مسفر ريحة نقول الافرازات الانف مش كويسة صفرة او مخدرة يعني هنا محتاج مضاد دحيو هل عندنا مضاد دحيو يعوشبي طبعا عندنا اكليل الجبل اللي بيسموه روز ميري روز ميري ده اعمله كوبها كل 8 ساعات كأن بدي له مضاد دحيو بس حلها له بعسل واسقها له كلها وطعمها محطش فيها كمية كبيرة كتير من الناس يحطوا اعشاب يحط يدفق يعني يقولك ايه مغير رخيص يعني انت تروح مثلا تجيب نعناع نعناع رخيص ده الحيز مكان تنشف غير من نعناع لا احنا مش عايزين كميات احنا عايزين حاجات بسيطة جدا تغير طعم الحاجة وهي دي اللي يحصل فيها لاستفادة لجسم الطفل الطفل عنده 4-5-6 سنين وزنه قد ايه وعنده نقص مغ ومش محتاج الكميات الكبيرة من الاعشاب انا بنديره هذه الكميات وياخدها الطفل بيحس براحة سبحان الله العظيم حسب احتياجاته طب لو الطفل الدكتور قالك ده نقصه كالسيوم بدل ما راح اجيب له بقى كالسيوم وفيتامين دل ونقاطه كده لا انا اعرضه للشمس خصوصا في الشتاء اعرض رجليه وايديه ونلبسه من فوق كويس وابدأ اديله كالسيوم في صورة ايه صورة كمون زبادي بقدوني سعملهله على البطاطس المهروسة ودي وجبة متكاملة احنا في وجبات بنقول بالرغم انها رخيصة واحنا عندنا دلوقت البطاطس ما شاء الله تبارك الله ربنا يا ربي يرخص كل الاكل للناس دلوقت كيلو البطاطس باتنين جنيه واللي عايز يعمل وجبة متكاملة للولاد من البطاطس الجيدة طبعا بعض اخونا المصور بيقولي لا اتنين جنيه فين بتلاتة جنيه بيقولي بسابعة جنيه ما سوف اجيبها من المحلات الكبيرة اقوله لا احنا نقول السوق الاسواء انا جاب السعر ده باثنين جنيه واثنين جنيه ونص من البورصة القدروات النهاردة فباثنين نقول لو دلوقت بصنا كلنا عن نتة هنلاقيها ما بين اتنين واربعة جنيه من اتنين واربعة جنيه بورصة القدار نجيب بقدوني سوشوية التوم ونعمل لهم حاجة اسمها البطاطس المهروسة لو ما لقيت زيت زيتون عليها هيبقى خير وبركة وجبة متكملة جيدة جدا ما ادحنا الزيت وقالينا بطاطس ما حطناش غير كل ما هو نافع وده جيد جدا الولاد بعض الولاد اللي عندهم ناقص اكسوجين عندهم نقول عدم القدرة على الكلام تأخر لغوي متكلموش او بيتكلم بس مش عارف يطلع غير كم كلمة او هو بيتكلم يكون نص الكلمة ما بيقولهاش كاملة او بيتهته علماء التغذية وجدوا علاقة جميلة جدا ما بين بيض السمان و المساعدة عن النقط بندلهم بيضة واحدة يوميا لو الطفل ده يقض بيضة ما شاء الله بيتحسن بعض الاسئلة اللي بترد يعني ممكن اخونا ابو فراس اللي سأل اسبوع الماضي بيقول الطفل عند ناقص اكسوجين بيبقى عنده ناقص مناعة اقوله الاسباب واضحة اولا انه ما رضعش من امه السنتين الكاملتين ده رضع من حضانة ورضع لبن صناعي يبقى المناعة ضعيفة طب يقولي طب مواسنه يعني فراس ربنا يحفظه له عنده دلوقتي ست سنين سبع سنين اللي ممكن اقوي بيه المناعة عندنا خلطة عسل المناعة خلطة عسل المناعة بعض الناس مشقوله العسل كله مقوي المناعة اقول نعم ولكن اضافة بعض العناصر ايضا من انتاج الناحل زي البروبليس اغذاء الملكات وحبوب اللقاح وغيرها بيأوي المناعة جدا عندي اطفال يمكن خمس ستة اطفال كانوا بتعالجوا من ضعف المناعة الطفل على طول برد على طول مناخيره نزلة مجرد ما بدأ ياخد عسل المناعة من العاقة صغيرة على الريق الصبح واخرى قبل العشاء الطفل دلوقتي ما بيشوفش البرد عنده قوة عنده تحمل ليه؟ لان بدأنا نبني جهاز المناعة من جديد احباء في الله احنا كده ختمنا الجزء الاول من هذه الحلقة المباركة وكانت استكمالا للحلقة السابقة عن تغذية الاطفال الذين يعانون من نقص الاكسوجين زي ما قعدتكم في بداية الحلقة هنتكلم ان شاء الله عن اصابات الملاعب بعض الناس بقولوا انت بتاخدنا من موضوع لموضوع يعني كتير من الناس ممكن ما يهتموش بالجزء الاول فيجو الجزء الثاني من الحلقة او يكون كي تعم الفائدة السؤال ده برضو الموضوع الحلقة ورد من تعقيب احد الاخوة وهو مدربين احد الاندية اللي هم الدرجة الثالثة الاندية اللي مش مشكورة ولكن هو من الناس المحترمة اللي اكن ليه كل الاحترام والتقدير ويعني ان شاء الله يبقاله مستقبل كبير جدا في التدريب مش هذكر اسمه ان هو طلب عدم ذكر اسمه ولكن هو كان بيقول ايه مشكلة بتحدث كتير في الملاعب وهو الاصابات المتكررة عند اللاعبين بيقول ليه بنشوف بعض اللاعب متتصابش ولعبتنا بتتصاب وايه الوقاية وازاي نقدر نتغلب على هذا الوقاية من اصابات الملاعب ابنجي نشوف يعني ايه اصابة ملاعب اصابة ملعب يعني بنقول اصابة اثناء التدريب او اثناء المباراة سواء حسب نوع الرياضة بتحدث هذه الاصابة اثناء او بعد التدريب واحد يقول بعد اقول له اه ازاي اللي بيحصل ده انه ممكن يصاب كثير من اللاعبين اثناء المباراة اثناء التدريب وما يحسش انه عنده اصابة انا هذكر هنا احد اللاعبين جالي العيادة عنده تورم في مفصل الانكل اللي هو مفصل القدم لما يسموه مفصل الكعب باللغة العربية يقول لي طول الماتش انا بالعب حلو ما جاليش اي مشكلة وفجأة حسيت بعد الماتش الم مبص على رجلي لقيتها متورمة ان اللاعب اثناء اللاعب ده بيكون عنده الجسم في حالة من الياقظة الجسم بقى سوخ يتحمل حتى الالتوقات والقضبات والقبطات البسيطة وما يحسش بيها سأما يجي يريح يبدأ بقى تظهر عنده هذه المشاكل في صورة تورم في صورة قلم في صورة احمرار ويبدأ يجي بعد المباراة اثناء المباراة احنا بنشوف كتير ويمكن في كرة القدم عشان احنا بنتابعه اكتر من سائر الرياضات ممكن تحصل اصابات خاصة عند بعض اللاعبين الاصابة دي ممكن تنشأ نتيجة التحام يعني واحد اتخبط من واحد تاني خبطة سواء بقى التاني فعل يعني خبطة نقول اذا عمد او شبه عمد انه هو يعني قصده يضربه عايز يمنعه وشده وقعه او نتيجة سقوط ممكن واحد ليقته مش حلوة اوي وهو بيجرب كرة كعب الراح واقع يحصل له اصابة يبقى ممكن الاصابة نتيجة نقول خبطة مباشرة نقول بقى من حد قدت الى سقوطه او نتيجة قلة لياقة يمكن في كلمة قلة لياقة انا ببدأ احط ايدي على المشكلة الرئيسية اللي بتحدث عند اللاعبين التدريب الجيد يمنع اصابات الملاعب كتير من المدربين الاحمال يقول لك اللاعبه ما بتنتظمش معاي طب اللاعبه دول انا بتكلم بعض الناس يقول له دكتور امير يعني انت بتكلم عن فئة محددة فئة اللاعبين انا بقول حتى على ولادنا عشان نشوف ولادنا اللي بيروحوا عايزين نعلمهم عشان يبقى عندهم لياقة بدنية الاطفال الصغارة بدل ما يعودوا في البيت دلوقتي مسكين الاجهزة وعملين يلعبوا على الموبايلات بنقولهم روحوا مرسوا رياضة وده اللي احنا بندفعهم ليه الطاقة اللي عندهم والهرمونات اللي في جسمهم تخرج بصورة بنقول صورة جيدة زي ما قال امير المؤمنين سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخير طبعا كلام سيدنا عمر ينطبق على سائر رياضات هو كان بيتكلم عن الرياضات اللي موجودة عنده اللي موجودة في عهده لكن احنا دلوقتي في رياضات كثيرة وكلها مفيدة ونافعة بنقول هذه الرياضات لازم مش مش بخص بيها بس اللاعبه اللي احنا بنشوفهم لعبت الاندية لا وعلى عبه اللي بيروح مراكز الشباب وولادنا اللي بيروحوا النادي اللي جنب البيت علشان بس ان ربي فيهم لياقة ويبقى عندهم قوة وجلد وتحمل نقول هؤلاء لابد من انتظامهم في التدريب الولد بعد ما يعني يبقى كده لعيب وتحسوا خصوان الولاد اللي هم في سنة 14-16 لسه بقى بلغين بقى لهم سنتين ثلاثة وحاسس بقى انه بقى له كده بقى راجل يبدأ يتمرد على المدرب المدرب يجي يقول له هنلف الملعب كم لفة لا مش هلف يلف لفة واحدة يقول له كفا يا كابت انا عايز انزل انا جاي يلعب مش جاي عشان اللياقة بقول للولد ده وكل اللي سامعيني من اللعيبة المدرب قلبه عليك هو عايز يعد العضلة والمفصل والاربطة والانسجة الرخوة علشان تقدر تؤدي مباراة جيدة استمع كلام المدرب استمع كلام مدرب الاحمال لان دول هيجنبوك الاصابة يجنبوك الجراح هيجنبوك العلاج الطبيعي احنا بنقول هنا بنشتغل كفريق عمل متكامل يعني اصابة الملعب دي اول ما بتحصل من اللي بياخدها اول حاجة الاصابات العلاج الطبيعي بيديد يشوف الملعب ومعاه الطبيب لقى فيه كسر لقى فيه خلع لقى فيه حاجة يحاول على المستشفى جراحات ولا عزبالله شرايح ومصامير تقايدك عن اللعب وقد تقايدك عن الرياضة بالكلية ايه اهم النصايح انا قلت ادي نصايح النصيحة الاولى التدريب الجايد التدريب الجايد زي ما بيقولوا في القوات المسلحة يعني نقطة عرق تجنبك مزيد من الدم يعني ايه التدريب عند الجندي اللي بيتدرب دلوقتي في مركز التدريب علشان يتعلم صح دي بيتجنبه في وقت المعركة انه يسيل دمه وتجرح انه بيكون قو البنية مدرب على اعلى مستويات اللاعب الكورة سواء لعب السلة لعب الرياضات المختلفة لو هو بزل وعرق شوية اثناء التدريب هيجنب نفسه مشاكل كبيرة جدا نمرة اتنين من ضمن يعني انا قلت التدريب الجيد نمرة اتنين دي بقى باوصي مدربين الاحمال متحملوش على الولاد تحميل زيادة كتير من الولاد ينزلوا بيجي لهم شدة عضلة تمزق عضلة بيجنة في العلاج الطبيعي نتيجة الاحمال الزايدة لا انا بحسب الاحمال حسب نوع نسيج العضلة مش كل اللاعبه زي بعض يعني مش كل اللاعبه لقى عضلات فاخدوا بهذا الشاك لا في لعبه كواسين جدا عندهم لياقة جيدة بس عضلاتهم نسيجها مش كتير ده مش محتاج تحميل عضل عليهم زيادة ولذلك هنا ما يبقى فيه تفاهم بين دكتور العلاج الطبيعي ومدرب الاحمال بنحصل على نتائج ممتازة جدا زي تلمزنا الغالي اللي انا بكنله كل اللي احترامه الحب ده كان تلميزي وانا فخور ان هو تلميزي دكتور عمر يوري دكتور عمر يوري اللي ماسك منتخب الهندبول ده تلميزي وانا باعتز ان هو ده تلميزي انه وصل لمرحلة من المراحل انه وصل المنتخب لأعلى مستوى اللياقة مع التفاهم مع مدربين الاحمال طيب نمرة ثلاثة بنقول التغذية الجيدة للرياضي قبل التمرين وقبل الاكل لازم ااكله اكل مناسب للعبة مجيش انا راح مأكله سندوتشات هامبورجر وحاجات بقى مليانة كاتشاب وده وده وهو راح يلعب مباراة محتاجة انا طاقة سريعة الطاقة السريعة دي بتجي منين من النشويات يعني لازم اجيب له النشويات وبروتين يعني ممكن اقى نعمله طبق مكرونا بس باللحمة المفرومة قبل الماتش ده كويس جدا لللاعب ان ده هيديله طاقة وهيقدر يحرق بسرعة وتديه يبقى التغذية قبل وبعد المباريات لازم تبقى تغذية خاصة نرجع لاخصاء التغذية انا ما نشوف دلوقتي اللعيب هنجد ان كتير من الطاقم الطبي والفريق الطبي بيتعاونوا نمرة اربعة احنا قلنا الاول التدريب نمرة اثنين الاحمال نمرة ثلاثة التغذية نمرة اربعة الراحة قبل التدريب او المباراة كتير من لعيبة يصهر صهر لغاية الساعة اثنين ثلاثة الصبح وعنده تدريب الساعة ثمانية او تسعة الصبح ما بياخدش فترة كافية من الراحة وده اللي ادى لكثير من المنتخبات واللعبين ان يحافظوا على اللعيف ايه يقولك عندنا معسكر مغلق ليه معسكر مغلق في اوقات نوم زي بالظبط التربية العسكرية دلوقتي نوبة نوم كله ناب ليه علشان انت قدامك تاني يوم مجهود كبير جدا هيؤدى لابد من النوم المبكر ايضا البعد عن برامج الكمبيوتر والموبايل اللي بتؤدي لتوتر عصبي يعني اخر الابحاث بتقول ان اللاعب قبل التدريب وقبل المباراة مفروض ما يوترش اعصابه بحاجات تبقى شده جهازه العاصب مش يقعد انا يقعد ماسك لعبة وعمال اعصابه متوترة ويجي ويقولك بين الماتشين وده الكلام اللي يعني وصلني من بعض المدربين في الاندية يقول ده في المباراة نفسها بين الشوطين كل واحد يجري على الموبايل بتاعه ومسكه وعمال يعمل شات وعمال وجله اخبار تعاكنينه وناس تشتمه وناس الكلام ده خاطئ انا بابتعد عن جميع المؤثرات العصبية لو عايز اوصل لاداء جايد المؤتمر الدولي اللي عقد لجمعها المصرية للطب الرياضي وهنا اذكر من اخوتي وحبايب ربنا يبارك فيهم الدكتور علي رمضان والدكتور محمد العراقي اه اهتمنا جدا بالاستعدادات النفسية لللاعب يعني ايه الاستعدادات النفسية احنا محتاجين اخصائي نفسي لكل لعيب مش كنجيب لكل واحد دكتور لا الفريق يبقى فيه معاهم دكتور نفسي ليه هو اللي بيديهم التحفيز والتشجيع مش يالله شبابه وانزلوا ويلعبوا من غير لا كل حاجة فيها علم الاندية الكبيرة العظيمة اللي في العالم عندهم كل واللعب ممكن يمر بمشاكل اسرية مشاكل عائلية مشاكل على المستوى الشخصي المادي ويبدأ يتوتر ده يؤثر على اداءه مما لا شك فيه طيب ايه ايضا من الاستعدادات اللي مفروض تكون موجودة وهو شرب الماء قبل واثناء وبعد المباريات كتير من اللاعبين سواء بقى اللاعبين اللي بيلعبوا ألعاب فردية زي التنس الارضي وزي السكواش بيفقد كمية مية كبيرة جدا لو ما عوضهاش اثناء اللعب ممكن يؤدي لمشاكل خطيرة في العضلات يحصل ممكن تمزق عضلي نهتيجة جفاف من وجود المية في العضل يبقى لازم الارتواء العضلي اثناء التدريب مهم جدا يبقى مفروض حتى المدربين اثناء لعبة حتى التنس بيطلب وقت مستقطع يطلع اللاعبه يديهم ازازه يبدأ يشربه طبعا بيشربه بتقنية مش يقعد يرفع ازازه ويبدأ يبال لا ده بيشرب كميات بسيطة في كل مر ايضا من العناصر الجيدة ان احنا الاملاح المعدنية لللاعبين تكون متازنة بمعنى ايه اللي احنا بنقول لو اللاعب فقط بوتاسيوم وما بيلعب ممكن يحصل له تقلصات عضلية يبقى ممكن اللاعب اللي بيجري واللي انا بيشتغل كوينج رايت ووينج ليفت والناس دي ابدأ اديره ايه موزة قبل المارش الموزة دي بتديره بوتاسيوم يكفيه ممكن اديره اعمل الاولاد خصوصا اشبال اولاد الصغرين اعمل لهم تحليل صورة دم يمكن عنده واحد فيهم انيميا الولاد بينهاجوا وما بيجروا مش قادرين انه لازم اعالج الامور دي طبعا كمدرب اطلب منهم عمل تحليل لو حتى كل بداية موسم رياضي اقول ياولاد معلاش كل واحد يقول لوالده قبل ما تيجوا التدريب الاسبوع الجاي اعملوا لي تحليل صورة دم وعارضوا على دكتور الفريق ونشوف اللي عنده انيميا لازم نصلح له هذا الامر بعض الولاد عندهم مشاكل ماردوش يقول للمدربين انا بقول لا ابنه علاقة قوية وطيبة بينك وبين اللاعبين مش معنى ان اللاعب اتخبط او اتصاب يقولك انا مش هقوله علشان يلعبني طبعا انت مش هتقوله هتلعب على رجل ومفصل هو اخصا مصاب هتزود لاصابة اكبر ممكن تبقى انت محتاج حاجات بسيطة جدا رباط ضاغط لبس رجبة او شرايح اللي هي الكنيسيو تيب اللي تترالف حولين المفصل تستطيع الاداء والمباركة ايه ده جدا وما تتمنعش ماس يفهم يبقى فيه حاجة اسمها التصارح بالحالة الصحية انه ممكن ولاد من دول تعرف اولاد بيروحوا مدراسة ويروحوا جامعة ممكن هو رايح لك بمواصلات يتخبط يقع بس يكتم يمنع ما يقولش بنقول لا لابد من فتح قنوات للتواصل ما بين المدربين وما بين اللاعبين علشان يبلغوا دكتور العلاج الطبيعي ناخذ احتياطاتنا ازاي فيه الداوت حصل عنده لتوقف وما افصل ده كان بيتخانق مع اصحابه وشدوا من رقابته ده كان في فرح وحب يرقص زي الشباب ما بترقص وفدل يحرك رقابته كده لغاية ما كانوا شد على عضلة رقابته نحكي الكلام ده للمدرب بدون خوف انه هو مش هيمنعنا وخلاص وهينزل البديل لا هيأمننا واحنا بنلعب ويكون ده من الاشياء الطيبة ياريت المعلومات اللي قلناها نحاول لكل المدربين اللي في الاندية ومراكز الشباب يمكن الاندية الكبيرة قاع معاهم اسادزة وعندهم دكاترا كبار بيدوهم بعض النصائح ولكن احنا بنقول لمراكز الشباب والاندية الصغيرة والساحات الشعبية حتى صلاة الجيم لابد يبقى فيه مدرب يشرف عليهم متخصص بحيث لو حصل اي مشكلة صحية لابد من اخبار هذا المدرب طيب كده بانتهينا من الجزء الثاني للحلقة وندخل على الجزء الثالث الا وهو اسئلة شائعة خلال هذا الاسبوع خلال اسبوع دهارت اسئلة كتير جدا بتتكلم عن السؤال الاول بعض الناس بيقول هل عرق النساء مرتبط بالنساء فقط ولا بالنساء والرجال بقول كلمة عرق النساء ليس لها علاقة بالنساء ممكن الست يجي لها عرق النساء وممكن الراجل يجي له عرق النساء بس هو الاسم بيقوله الناس ليه لان من شدة الالم الانسان بينسى كل شيء الا الوجع اللي عنده هو بيكون غالبا نتيجة اصابة او غضروف العمود الفاقدي الفقرات الرابعة والكمسة والكمسة والاولى وبتأثر على العصب الوركي طبعا في عندنا عضلة اسمها عضلة المغزل دهس كتير ايه عضلة المغزل دي دي عضلة في الحوض العصب الوركي بيعدي من تحتها العضلة دي ممكن تلتهب تدي نفس اعراض عرق النساء يعني اللي هو العقلة المخروطية تدي عرق النساء مع ان الظاهر ما فيهوش مشكلة يعني انا شفت بعين رأسي رجل عمل عملية انزلاق وما كانش محتاجها وهو كان عنده كله التهاب في هذه العضلة يسموها العضلة الكمسرية او العضلة المغزلية اللي موجودة تحت فوق عرق النساء دي اللي هي في المنطقة اللي بنقول عليها منطقة المحفظة ايه منطقة المحفظة كلنا حطين محفظة بجبنة من وراء بالمنطقة دي ممكن الواحد يجيلو الام عرق النساء نتيجة ان المحفظة مليانة كروت واوراء وحاجات ما لهاش لازم اما جاعد انا القعدة اللي انا قاعدها دي فترة طويلة تبدأ تضغط المحفظة على عرق النساء تجيب لنفس الاعراض بتاعت عرق النساء وذلك بنقول هذا المرض يسمى متلازمة المحفظة او بيسموه باللغة الانجليزية والد سندروم والد اللي هو المحفظة سندروم اي متلازمة طيب السؤال التاني اللي ورد لنا خلال هذا الاسبوع وكان من الاسئلة الكثيرة المهمة هو كيف نواجه الموجة التانية من كورونا خلال الايام القادمة بنقول الايام اللي جاية زي ما واجهناها قبل كده بايه شرب الدافي كل واحد بيعاني بكحة ناشفة فقد حسة الشم فقد حسة التزوق كحة وارهاق وتعب وتكسير في الجسد اشرب مشروب ده في كل ساعتين اشرب بقى زنجبيل قرفة متفرقش القسط الهندي هايل اشرب نعناع ممتاز الشاي اخضر لا بأس الشاي احمر مفيش مشكلة اشرب كل ساعتين مشروب دافي ده اول علاج نمرة اثنين بخار الميا نستنشأ البخار علشان لو في حاجة موجودة في الانف تتعالي نمرة ثلاثة وده يمكن انا عامل دي تجربة شخصية الناس اللي بيشتكوا من فقد حسة الشم وبدأ جسمهم ترتفع درجة الحرارة اقول لهم هاتوا القسط الهندي خدوا نشوق نشوق ده زمان كنا ناخدوا البودرة كده ونحطها في مناخرنا ونشماها خدوا نشوق وناخد منه ربع معلقة ونغلية وتشرب ثلاث مرات في اليوم ده القسط الهندي نمرة ثلاثة ناخد البخار بالفم يعني اجيب ورقة كده ورح جاي مغطي الكوباية اللي انا حاطت فيها القسط الهندي اللي غاليه ورح جاي اشفط الهواء ببقى ثلاث حاجات يبقى القسط الهندي دخلته نشوق عن طريق الامر وشربت المشروب وخدت البخار ومشروب ده في كل ساعتين انا كده مش محتاج اي علاج بس البس الماسك وحاول ان انا اقمن و احمي اسرتي من التعرض لهذا الميكروب طيب بعض الاسئلة اريضا اللي وصلت خلال هذا الاسبوع يقولوا اصابة واحد متصاب حصل له التواء او يعني جزع في نفسه حصلت خناقة بين اتنين واحد يقول نحط له مية سخنة والتاني يقول نحط له مية بتلك فانو نتحاكم لمين نروح نسأل اهل الذكر الدكتور امير او راجل ايه استاذ عليك طبيعي اكيد هيعرف فبكون بيسألوني والاتنين محتدين جدا قلت لهم المية البردة او التلج يكون اول تمانية واربعين ساعة يعني اي واحد يتصاب ونلاقي المفصل سخن سخن نحط السخنية على سخن وارب ومحمر لا ده لازم نحط تلج حاجة تهدي طب بعد التمانية واربعين ساعة نحط المياه الدافي يبقى المسألة اللي اتنين صح بس امتى هو ده اللي احنا بيختلفه بنختلف فيه اسئلة كتير اخرى ولقاءات اخرى ان شاء الله نتدخرها الى اسبوع القادم اذا كان في العمر بقية اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علمه وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته